السلام عليكم هحكي لكم كده قصة الوصفة بتاعت النهاردة بإجاز على قد ما قدر صحيت في يوم حبيت أكل حلو يكون بارد يكون طعمه كريمي كده شوية وأهم حاجة عندي يكون فيه نكهة القهوة أنا عارفة إن كتير منكم زي كده بالزبط بتحبوا القهوة حبيت أكل حاجة كريمي كده وطعمها يكون فيه كريم كرامل مثلا عملت حاجة شبيهة شوية بوصفة حلال أوريو اللي عملنا قبل كده كانت 3 طبقات أحلى من بعض وصفة كانت رهيبة وحبيتوها كتير المرة دي زودت فيها نكهة القهوة وكمان غيرت في طبقة البسكوت اللي تحت إنها تيجا طلعت معيها رهيبة حلو من 3 طبقات نكهة القهوة فيه خفيفة مش قوية أو يمتضيقش بجد يجنن تعالوا بينا نشوف عملت الحلو ده إزاي بس الأول تنسوش تعملوا لي لايك دلوقت ويا ريت اللي مش مشترك فيكو يشترك علشان نسبة كبيرة جدا من اللي بيشوفوا الفيديوهات مش مشتركين عندي في القناة كمان ما تنسوش تعملوا شيروا الفيديو ده تعالوا بينا نبدأ على طول في العادي في أي حلو بارد بنستخدم يا إما كيك يا إما بنستخدم بسكوت سادة أو أوريو زي ما أنا عملت في النسخة القديمة من الوصفة دي المرة دي ملقيتش عندي غير بسكوت وفر بصراحة كان بتاع الولاد استخدموا بسكوت لمبادة لواكر شمعدان بتاع زمان الحلو الجميل ده استخدمت اتنين باكت من البسكوت الوافر الباكت كان تقريبا عندي 175 جرام بأي نكهة بقى بتحبوها بتحبوه بالفناليا بالبندق بالشوكولاتة بالكريمة بالموز زي ما تحبوه أعتقد أن نكهة الشوكولاتة أو البندق هتبقى أقلية أكتر مع القهوة نجيب طبق واسع بنحط فيه قطع البسكوت بتاعتنا وبنزود عليهم 80 جرام من الزبدة الدايبة يعني تقريبا 3 معالق كبار يعني 3 معالق كبار زبدة مليانين نحطهم في طابق وندوبهم في الميكرويف حاجة بسيطة كده لحد ما تدوب يعني ما تتقضحش معنا حاولت أن أنا كسر البسكوت الأول كده بمضرب شبكة عندي بصراحة ما كنتش حابة أستخدم مفرمة أو كبة لولاد كانوا نايمين مش حابة صحيهم فالمضرب كسر معايا بسيط لكن ما دانيش نتيجة لأنا حباها فجبت لها الراسة بتاعت الفول وبتديت أن أنا كسره بيها يعني أخد معايا تقريبا 3 دقايق وبقى بالقوم اللي انتو شايفينه ده بصراحة ما كنتش حابة بقى زي العجينة حبيت أحس بتعمل وفر شوية فيه ممكن نستخدم صناية قابلة للفتح مقس 28 أو 26 أو ممكن نستخدم صناية بايوريكس مثلا إذا حابين نشوف الطبقات من برا أنا حطيت ورقة خفز تحت ده يساعدني شوية أن أنا شيل الحلة بتاعي من القالب يعني من غير أي تعب وزعوه كويس بالتساوي بعدين نضغطو عليه سبتوه زي ما بنعمل في أي وصفة تشيز كيك بالزبط زويت الأطراف وضغطو كويس هدخله بقى التلاجل منذ نص ساعة أو في الفريزر كمان لحد ما يتماسك وفي الوقت ده هكمل باقي الطبقات حلة صغيرة أو كسرولة بنزود فيها 3 كبات من الحليب ما عندناش حليب هنستخدم 3 كبات من المياه ونزود عليهم لكل كبات مياه 3 معلق كبار من الحليب البودرة أي حاجة فيهم زودت على الحليب 3 أكياس من الكريم كاروميل بصراحة أنا كنت مشتها قوي لطعامه فحبيت أن أعمل الحلوة بالنهاردة بفتح اليوم النار وبقلب باستمرار لحد ما يوصلوا لمرحلة الغلايين معنا على طول باط في النار وببدأ أن أكمل باقي الخطوات بتاعتي لكن هتكون في الخلاط بجيب طبق صغير أو كباية صغيرة كده وبزود فيها معلقة كبيرة من القهوة سريعة الزوبان زي الناس كافي مثلا وبزود عليها معلقة كبيرة من الماء الساخن ودوبهم كويس مع بعض طيب هنحتاج إيه كمان مع الكريم كاروميل في الخلاط أو إيه اللي هتدي له طعم ريتشي كده وغني أكتر هنحتاج علبة قشطة أو ممكن قشطة من وش اللبن لو موجودة عندنا فريش وتوضع تبقى أحلى كمان بتبعيهم 10 حبات من الجبنة تكون مكعبات صغيرة أي نوع جبنة موجودة عندكم زي ما تحبوا أهم حاجة تكون سيدة ملهشنة كمعينة بنجيب الخلاط بتاعنا على طول بدون ما ننتظر لإن خليط الكريم كاروميل بيتماسك بسرعة قوي بالأخص إن الأيام دي الجو برد شوية بنزل بالخليط بتاعي في الخلاط وببدأ أزود عليه باقي المكونات اللي احنا قلناها دلوقت أول حاجة زودتها مكعبات الجبنة ممكن تستخدمه طبعا إيه جبنة كريمية زي ما قلت قبل كده أنا زودت بالضبط 10 مكعبات صغيرة زودت عليهم كمان البسكوت 15 حبة من البسكوت زودت هنا القهوة سرية الزوبان اللي احنا دوبناها في الماء وعليهم زودت علبة القشطع بالمناسبة لبيت القشطع عندي 170 جرام يعني تقريبا كبير لربع لو هتستخدمه قشطة طازة ممكن لو حابين نكهة أقوى كمان من كده زودوا معلقتين كبير من الحليب البودرة هيدي للكريمة دي طعم حلوة قوي بس بصراحة ما كانش متوفرة عندي آخر حاجة بزودها معلقة صغيرة جدا من الفنالية خلوا أديكوا سريعة شوية في الخطوة دي خدوا المكونات دي كلها على الخلاط تشغلوا على أعلى سرعة لحد ما تبقى نعمة جدا وكريمي قوي بس ما نطولش بمجرد النهاية تبقى كريمي وتناغبت مع بعضها كده هنتفي الخلاط على طول الصناية بتاعتي جهزة جنبي خرجتها من التلاجة وهبدأ أصب عليها الخليط ده بس هنصبه عن طريق المصفة علشان الخليط لو فيه أي حبيبة من البسكوت أو قطعة من الجبنة كمان الفقعات اللي بتبقى موجودة فيه ما تبقاش عاملالي بابلز كده جوا قطعة الحلوة وأنا بقطعه بحطه في المصفة وبقلب كويس قوي لحد ما ينزل كله خلق ديكو برضو سريعة في الخطوة دي كمان بهز الصناية سريعا كده علشان الخليط بتاعي يبقى مستوي أو السطح بتاعه يكون بنفس المستوى كله وبدخلها التلاجة لحد محضر الطبقة الأخيرة الحلوة ده ممكن كفاية عليه لحد كده يعني ممكن ندخله التلاجة يتماسك بعدين نديده رشة كاكاو ونقدمه أو ممكن تكمله زي ما أنا عملت بعمل الطبقة الثالثة إزاي كسرولة أو حلة صغيرة نفس الكسرولة اللي أنا استخدمتها من شوية بس أغسلتها وهستخدمها تاني هنا حاولوا ما تستخدموش أكتر من حاجة في وصفة واحدة يعني نخسلها ونستخدمها تاني عندي هنا كوبية ونص من المياه زودت عليها أربع معالق كبيرة من الكريم كارامل زودت عليهم كمان معلقة صغيرة من القهوة سريعة الزوبان طبعا ده علشان يديها لون حلو وكمان يديها نكات القهوة بقلب لحد من الكريم كارامل بتاعي كله يدوق ويبقى القهوة كمان اللي الجواد كون دابت كويس بعدين برفعه من على النار طبقة الحلوة اللي هي الكريم اللي احنا عملناها بالكريم كارامل والبسكوت والجبنة هتكون اتمسكت في الوقت ده هي هتتمسك معاكو على طول وزعت كده كم حابة بسكوت وفارة على الوش علشان الطعم كده يكون أغنى شوية وبالمعلقة يعني مش هنصبه على طول هنجيب الخليط اللي احنا عملناه من شوية وهنبدأ ننزل بيه على البسكوت بالطريقة دي هيدينا طبقة شفافة لكن بلون وطعم القهوة دخلوها التلاجة من 4-8 ساعات تكون اتمسكت كويس جدا وجهزة للتقديم يعني تقدروا تعملوها الصبح بدري او تقدروا تعملوها من بالليل وتقدموها الصبح زي ما تحبوا نقطعها مسلسات بطريقة دي ونقدمها رهيبة لتلت طبقات احنا من بعض اللي امتبعكم مني من زمان عارف ان انا عملت نفس الفكرة دي قبل كده لكن بالأوريو وكانت تجنن المرة اللي فاتت ما كانتش بناكهة القهوة وكانت بالأوريو لكن المرة دي بالوفر المليان بندق ومعاها كمان نكهة القهوة تخيلوا كده معي الطعم يا جماعة عمل ازاي كان رهيب بجد حلوة وخفيفة وكريمي جدا لتلت طبقات احلى من بعض طبقة الوفر كانت مفاجأة بالنسبة لي كان طعمها غريب يعني اول مرة جرب ان انا حط وفر تحت بطريقة دي بس كانت تجربة حلوة اعتقد ان انا ممكن اعمل حلويات تانية بالوفر وهتبقى حلوة جدا كمان شوفوا لما بقطعها كريمي ازاي حطها فوقي كده كانت بالدوب يعني رهيبة ماذاكو بقى بياخدكو القهوة او شاي جنبها شوفوا انتو حابين ايه الحلوة فكرته بسيطة لكن طعمه جنن بجد جربوه هاستنى رأيكم لو وصفة النهاردة عجبتكو عملوه يليك دلوقت كمان ما تنسوش تعملو اشتراكو وتفعلو الجرس بتاع التنبيه علشان يوصلكو اشعار لمنزل ايه وصفة جديدة مع السلامة